كل سنة وكلنا طيبين بمناسبة ميلاد المسيح كل سنة وكلنا بالمعنى الحرفي طيبين وخد بالك علشان بسه محدش يقعد يعبث في نفوخك ويقولك ما تهنئة المسيحيين أصلاح حرام وأصل الشيخ مش عارف مين قال شيخ مين؟ مين اللي قال يعني انت فيه عندك الإمام الأكبر وعندك المفتي وعندك وزير الأوقاف التلاتة دول هم اللي هيقولولك الشيخ مش عارف فين في الفيوم الشيخ مش عارف فين في اسكندرية الشيخ مش عارف فين في سهاج ولا ليك دعوة بالناس دي خالص خالص وخد بالك إنه عشان بس تفهم قد إيه النوع ده من الناس اللي بتصف نفسها بإنه هم شيوخ هم مخهم وتفكيرهم عنده فيه كم ضحالة لا هو مش ضحالة هو غباء غير طبيعي غباء إلى أي مدى؟ أقول لك غباء إلى أي مدى غباء لمدى إنه يجي يقولك أصلا أنت لما تيجي تهني واحد مسيحي بالعيد بتاعه فأنت كده اتحسبت عند ربنا مسيحي خده بقى الحد يعني كمل مع الحد الآخر طب وهو لما يجي يهنيني في رمضان هو كده بقى مسلم؟ طيب هو هناني السنة اللي فاتت في رمضان يبقى هو كده بقى مسلم يبقى أنا هنيني السنة دي أصلاه بقى مسلم زي إحنا هنقعد ناخد وندي في إيه دعيال أغبية ما توجعوش دماغكو بيكم هنوا كل اللي حواليكم بالأعياد أي أن كانت دياناتهم ولما تبقى الأعياد مش متعلقة بالديانات ولا بالشعائر ولا بالعقائد أشيعوا الفرحة ما بين الناس الفرحة ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نفرح ما خلقناش على الكوكب ده عشان ننكد على بعض ولا عشان نصب الحزن إطلاقا